موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مشاهدين الكرام الى حلقة جديدة من كشق الصحافة نطالع وإياكم اهم ما تقوله المواقع الاخبارية والصحف العربية الصادرة في اعدادها كل يوم نبدأ من معركة تاعز التي ركزت عليها الكثير من مواقع الاخبار نبدأ حيث تتساءل مواقع بوست موقع بوست في صفحة الرئيسية تساءل هل بدأ العد التنازلي لمعركة تحريد تاعز بشكل كلي كشف مصدر حكومي لموقع بوست عن خطة لتحرير محافظة تاعز وسط البلاد جاهزة لدى التحالف العربي وبانتظار ساعة الصفر لبدء التنفيذ وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان التحرك الاخير الذي قامت به قوات الجيش الوطني والمقاوة الشعبية باعلانهم للتعبئة العامة عجل من تحرك التحالف لتحرير محافظة تاعز وللمضي في طريق استعادة الدولة من ميليشيا الانقلاب من جهته اكد المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري في تاعز العقيد الرقن منصور الحساني لموقع بوست ان التحالف العربي وقوات الشرعية اطلقوا المرحلة الاولى من خطة التحرير والمتمثلة في فك الحصار جزئيا عن مدينة تاعز وفي توفير ممر امن الى المدينة لتوفير المتطلبات الانسانية والضرورية للسكان الى موقع عدن الغد عنوان في صفحة الرئيسية وقال وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من المقاومة والجيش الوطني لتطهير المحفظ والوضيع من تنظيم القاعدة عنوان اخر من ذات المحافظة ابيان تنفض غبار ستة اعوام من الارهاب من عنوين الموقع ايضا بلغت مديونيتها قرابة عشرة مليار ريال حتى يونيو الماضي بد حملة قطع التيار الكهربائي عن المرافق الحكومية بالعاصمة عدن عنوان اخر من عدن اربعة جرحة في اشتباكات مسلحة على ارضية في المنصورة الى موقع عدن تايم عنوان في صفحة الرئيسية القبض على اربعة متهمين بالسطو على خمسة وعشرين مليون ريال من اموال اليمنية قالت التفاصيل تمكنت الاجهزة الامنية في عدن من الوصول الى مشتبهين بالسطو على خمسة وعشرين مليون ريال من ارادات شركة الخطوط الجوية اليمنية في كريتر في مدرية صيرة محافظة عدن يضيف عدن تايم كان خمسة ملثمين تقطعوا لسيارة لسيارة مدير الحسابات في مكتب اليمنية في شارع الملكة اروى اثناء خروجه من المكتب واشهروا سلاحهم في وجهه واوقفوا سيارته وقاموا بالسطو على خمسة وعشرين مليون ريال كانت بحوزته تفيد مصادر عاملة في اليمنية ان اربعة يجري التحقيق معهم بتهمة السطو على اموال اليمنية الى ان الاجهزة الامنية لم تجد في اماكن ضبطهم اي مبلغ من المال المنهوب الاوراق الميتة لن تمنح الانقلاب سوى الهزيمة تحت هذا العنوان كتب عبداللطيف المرهبي مقالا ونشره في موقع مصدر اونلاين وقال في اجزاء منه يحاول الانقلابيون ايهام العالم والشعب بان نهجا دموقراطيا وحضاريا يسلقونه قبل السقوط النهائي متناسين جراحات ومآس العنف الذي يستخدمونه بمنطق القوات المتاحة لهم بعد الاستيلاء على اسلحة واموال ومقدرات الدولة وبعد ان كسرت وهزمت تلك الادات المدمية ولم تمنحهم البقاء امام قوات شرعية المسنودة من التحالف العربي بقيادة المملكة وبغطاء شعبي ودستوري وقانوني وقرارات دولية ها هم يجرون تغييرات المموجة والمعززة لامعانهم في الانقلاب ويحشدون لتجميع وحشر البسطاء والموظفين تحت وقع القوة والاستغلال والاستغفال مع ان العكس من ذلك هو التفسير المنطقي لهكذا حركات هلامية وهو انهم يواصلون الحماقات لافراغ الديمقراطية والعمل السلمي من محتواه كما دائب على ذلك منذ الانقلاب من غير المعقول الحديث عن دموقراطية وتظاهرات شكلية واعتباطية بغض النظر عن الهدف اللامشروع واللافتة التي يحملها هذا العصف في الوقت الذي يعرف الجميع ان القبضة الامنية الباطشة والعنصرية للانقلابيين هي من يتحكم بافواه الناس وآرائهم في مناطق سيطرة الانقلاب وأن ما عداهم يساومونهم بين الخنوع والصمت تارة أو السيرة في ركب الميليشيا وما تراه مناسبا لها وأهوائها دون اعتراض مقابل الحياة إلى موقع تغير نتو الذي تبع الانتهاكات والتعصفات التي يتعرض لها مراسل قناة بلقيس في محافظة حجة الزميل علي جعبور حيث عنوان الموقع نقابة الصحفيين تدين مضايقة مراسل قناة بلقيس في حجة واختطاف والده تقول التفاصيل تلقت نقابة الصحفيين اليمنيين بلاغا من قناة بلقيس الأهلية بخصوص مداهمة مسلحين موالين لجماعة الحوثي منزل مراسل القناة في مدرية مستبى محافظة حجة علي جعبور الخميس الماضي للبحث عنه واختطاف والده حسن محمد جعبور ومن ثم اقتياده إلى جهة مجهولة يضيف التغير نت سبق وهدد الحوثيون والد الزميل علي جعبور وأخيه عدة مرات بالاعتقال إذا لم يتوقف الزميل عن العمل مع قناة بلقيس ويقول التغير نت يعاني والد الزميل البالغ من العمر ستين عاما من مشاكل صحية كثيرة ووفقا للموقع فإن نقابة الصحفيين تدين هذه الممارسات التعصفية وتطالب بسرعة الإفراج عن والد الزميل علي جعبور وبالكف عن مضايقته محملة جماعة الحوثي كاملة المسئولية عما يتعرض له الزميل وأفراد أسرته موقع الوحدوي نت تبع أيضا ما تعرض له علي جعبور ميليشيا الإنقلاب في حجة تختطف والد الزميل علي جعبور مراسل قناة بلقيس قالت التفاصيل إن ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية أقدمت مساء السبت على اختطاف والد مراسل قناة بلقيس علي جعبور من منزله في محافظة حجة قال جعبور تداهمون بيتي وتختطفون أبي وأنا كنت دائما ولازلت ضد هذه الحرب وضد استهداف المدنيين من أي طرف كان من أطراف الصراع ومن عنوين الوحدوي نت اليمن يصارع ويلات أزمة إنسانية مفجعة عن المجلس السياسي التي أعلنته الميليشيا وعن الحشد والتصرفات الأحادية كتب حسين الوادع مقالا وقال في أجزاء منه المجلس السياسي الأعلى قفزة كبيرة في طريق الحرب وليس خطوة نحو السلام ولا أخفي أسفي على بعض من قادتهم عواطفهم النبيلة والمنفلتة إلى ميدان السبعين أو منطاشة كتاباتهم لتعتبر أن تأييد المجلس سيجنبهم ويلات الحرب وسينهي الصراع لا يريد صالح ولا الحوثي من المجلس السياسي إنهاء الحرب بل تأسيس شرعية شعبية لحرب طويلة ودامية ولا يريدون من المجلس بناء حل سياسي للأزمة وإنما المضي في تعطيل السياسة وإقصاء كل القوى السياسية والاجتماعية التي لا تتفق مع السياسة الغلبة والانقلاب فإذا أضفنا إلى ذلك أن كل دول العالم تقريباً رفضت الاحتراف بالمجلس واعتبرته تقويضاً لمساعي السلام فإن الإصرار عليه لن يؤدي إلا إلى عزلة دولية قاتلة سيدفع ثمنها كل من يعيشون في مناطق سيطرة الحوثي صالح الحل السياسي يتطلب شراكة كل الأطراف ونزع أسباب الصراع بما في ذلك إيقاف المواجهات العسكرية والانسحاب من المدن ومؤسسات الدولة لم يكن السبعين طريق سلام وسياسة بل قاعدة انطلاق لحرب أطول وتحشيداً معلناً لمقاتلين وضحايا جدد في جبهات القتال العبثية أما إعلان المجلس السياسي فليس إلا الجانب السياسي المتأخر لانقلاب الواحد والعشرين من ستمبر بعد أن استنفد الجانب الحربي أغراضه ولو كان لجماهير الحرية في الاحتجاج لخرجت الطالب بإلغاء المجلس السياسي وكل الإجراءات المنفردة والعودة إلى طاولة المفاوضات لمعالجة كل آثار كارثة الواحد والعشرين من ستمبر موقع مصدر أونلاين عنوان اجتماع دولي في جدة لبحث المستجدات السياسية في اليمن عنوان آخر رئيس أركان الجيش القوات اليمنية بنيت على أساس وطني بعيداً عن المحصوبية والمناطقية من عنوين الموقع أيضاً معارك مستمر غرب مدينة تاعز ومقتل ثمانية عشر من الحوثيين وثمانية من القوات الحكومية موقع يمن مونتر عنوان في صفحته الرئيسية وقال الحوثيون يشجعون رفض ارتداء الزي الرسمي في صنعاء ومسؤولون يهددون بالاستقالة نذهب إلى التفاصيل رفض موظف مصلحة الجوازات والهجرة في صنعاء أوامر المدير العام للمصلحة بارتداء الزي الرسمي أثناء فترة الدوام الرسمي بتشجيع من مسؤولين حوثيين في ذات المؤسسة لإيجاد مساحة حرية للحصول على مبالغ مالية من المواطنين وأوضح محمد السماوي أحد موظفي المصلحة ليمن مونتر رفض الموظفين لارتداء الزي الرسمي أثناء فترة العمل يساعدهم كثيرا في عمل السمسرة في قطع الجوازات وانتزاع مبالغ مالية من المواطنين وتابع قائلا هدد مدير مصلحة الهجرة والجوازات الدكتور عبد الحميد طه هدد بتقديم استقالته مرات عديدة لوقف هذا الممارسات والابتزاز للمواطنين في عملية استخراج الجواز الذي أصبح عملا واضحا ومكشوفا إلى أن توجهات قوبلت بالرفض لعدم وجود رادع لهم واستغلال وجود عناصر من جماعة الحوثي في المصلحة يتابع الموقع يتم رفض طلب أي مواطن يتقدم بطلب جواز سفر إلى المصلحة ما يجعله يلجأ إلى دفع مبالغ مضاعفة لمختصين في الجوازات يرتدون الزي الشعبي على أنهم مواطنون وهناك موظفون يقومون بأخذ المعاملة وبتخليصها خلال يومين فقط وقبل الانتقال إلى ما تقوله الصحافة العربية كالمعتاد فاصل قصير ابقوا معنا مرحبا مجددا نلقي نظرة على ما قالته الصحف العربية نبدأ من صحيفة الشرق الأوسط التي عنوانت قرية رمى مرآة صغيرة بجرائم كبيرة في اليمن قالت التفاصيل كان لأهالي قرية رمى التابعة لمحافظة الضالع نصيب وافر من التدمير والقتل وهو ما جعلها مرآة لجرائم كبيرة ترتكبها الميليشيات في اليمن وكشف تقرير صادر عن مؤسسة وثاق للتوجه المدني عن انتهاكات مروعة لميليشيات الحوثي وصالح والتي بلغت في قرية رمى وحدها خلال الستة الأشهر الأولى من عام 2016 736 انتهاكا توزعت بين القتل والجرح والقصف العشوائي للمنازل واستهداف الطرقات والممرات والسيارات والمركبات وفرض الحصار على القرية حيث أدت المعارك إلى سقوط ستة قتلى وستة وعشرين جريحا بينهم خمس نساء وطفلان برصاص قناصة وقصف ميليشيات الحوثي وصالح تتابع الصحيفة تعرض ستون منزلا للدمار بشكل كلي وجزئي من إجمال منازل القرية البالغ عددها تسعين منزلا نتيجة القصف اليومي على القرية منذ ما يقارب نصف عام ورصد التقرير قيام جماعة الحوثي المسلحة بقصف قرية رمى بقعطبة بنحو 250 حالة قصف للقرية خلال فترة الستة أشهر الماضية فبراير حتى يوليو من العام الحالي مبينا استهداف الميليشيات للمنازل السكنية والطرقات والمزارع وذلك باستخدام المدفعية الثقيلة والصاروخية والرشاشات المضادة للطيران يحضر زفافه من ساحة معركة في تعز هكذا عنونت صحيفة الخليج والتي قالت في تفاصيل الخبر سجل ثائر يمني يدعى عمار الجندبي سابق فريدا بعدما حضر حفل زفافه قادما من إحدى ساحات المغارك المشتعلة بين المقاومة والجيش الوطني ضد المتمردين من جماعة الحوثي والرئيس المخلوع وشهد أهلي لمدينة تعز أغرب حفل زفافة بعدما ترك العريس المدعوين ينتظرونه في القاعة فيما كان قد اتخذ قرارا بالذهاب لقيادة إحدى الجبهات القتالية في شرق المدينة قبل أن يعود إلى المحتفلين به في وقت متأخر من المساء تحرير صنعاء والفكاك من الحصار تحت هذا العنوان كتبت صحيفة اليوم السعودية افتتاحية وقالت الصحيفة الجيش الوطني يحقق سلسلة من الإنجازات الباهرة على الأرض وفي كل المراحل التي تمر بها مواجهة الانقلابيين وفي مختلف الجبهات سواء على ساحات القتال في صنعاء أو تعز بما ينذر بسقوط الانقلابيين الوشيك فالقيادة الشرعية تحقق المزيد من الانتصارات على قوى الشر والعدوان وبمساندة مطلقة من دول التحالف العربي الساعية لإنهاء معاناة أهالي تعز المحاصرين انهيارات كبيرة تظهر بين صفوف الانقلابيين لا تدل إلا على فشلهم الذريع في المواجهة وتلك الانهيارات تبدو واضحة من خلال عجز الانقلابيين المشهود حيال الصمود في وجه القوات الشرعية وهي تحقق الانتصارات تلو الانتصارات على تلك الطغمة الفاسدة محافظة تعز تمثل بوابة الانتصار على الميليشيا الحوثية والمخلوع صالح فهي رمز للصمود والمواجهة فالحصار المضروب عليها لم يحقق ما كان ينشده المعتدون وصمود أهالي المحافظة يمثل نصرا لإرادتهم وإرادة الشرعية التي تعمل في الوقت الراهني على فكاك المحافظة من الحصار نهائيا وهذا ما يبدو واضحا للعيان في الأيام الأخيرة من المواجهة المحتدمة بين الشرعية وبين قوى الشر والطغيان ويمكن القول بثقة تامة أن طلب المساعدات من الميليشيا الحوثية والمخلوع صالح للتدخل من قبل إيران والقاعدة وتنظيم داعش وغيرهم من الإرهابيين هو بمثابة دق المسمار الأخير في نعشيم فالشعب اليمني الحر رفض دائما هيمنة تلك الفصائل المجرمة على مقدراته وإرادته القوية ورفض تدخلهم السافر لمساعدة تلك الميليشيات الحوثية الحاقدة على أبناء الشعب اليمني وعلى مقدراته وتصميمه على إحقاق الحق وإزهاق الباطل صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت في إحدى صفحاتها قوات الأمن تحبط هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة في أبيان تقول الصحيفة تمكنت أجهزة الأمن اليمنية من إحباط هجوم إرهابي بسيارة مفخخة تم ركنها بالقرب من تجمع عسكري في مدينة شقرة شرق محافظة أبيان جنوب اليمن وقال مصدر عسكري للاتحاد إن عناصر إرهابية قامت بركن السيارة من أجل تفجيرها إلى أن قوات الأمن تمكنت من اكتشافها ومن تفكيك العبوات والمتفجرات التي كانت بداخلها وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب الجهود الحكومية متواصلة من أجل تأمين المدن المحررة من الإرهاب والتنظيمات المتطرفة لافتان إلى أن هناك قوات متخصصة في مجال مكافحة الإرهاب تم تدريبها للقيام بهذه المهمة صحيفة العرب الجديد عنوانت في إحدى صفحاتها وقالت لجنة الإنقلابيين العسكرية حضور للحوثيين واستمرار الخطوات الإنفرادية في التفاصيل بدأ المجلس السياسي لجماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس المخلوع صالح خطوات تدشين السلطة الإنقلابية الجديدة بإصدار قرار تشكيل لجنة عسكرية وأمنية تألفت من 13 عضوان بعضهم من القيادات الحوثية المعروفة وقيادات أخرى مثيرة للجدل تابعت الصحيفة عكست التشكيلة اختلالا في التمثيل الجغرافي كما بدت الخطوة أنها تطبيق لرؤية الإنقلابيين التي قدمت للحال في مشاورات الكويت ولكنها تطبق من طرف واحد أضافت الصحيفة شملت التشكيلة أسماء قيادات لم تعرف ما إذا كانت تابعة لصالح أو الحوثي ومن أبرزها وزير الداخلية جلال الرويشان والقائم بأعمال وزير الدفاع حسين خيران وكذلك العميد علي أحمد الذفيف إضافة إلى رئيس لجنة التهدئة والتنصيق عن الإنقلابيين اللواء أحمد ناجي مانع وتذهب الصحيفة صحيفة البيان الإماراتية إلى الشأن يمني عنوانات رئيس الوزراء اليمني يقول القيادة الشرعية لن تحيد عن مشروع السلام في التفاصيل قالت الصحيفة أكد رئيس الوزراء اليمني دكتور أحمد عبيد بن دغر أن القيادة الشرعية في البلاد لن تحيد عن مشروع السلام رغم استمرار الإنقلابيين في التعنط ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن الدكتور أحمد عبيد بن دغر خلال لقائه محافظة ذمار اللواء علي محمد القوصي في الرياض قال إن تعنت الانقلابيين لن يزيدنا إلى إصراراً وعزيمة للمضي نحو تحقيق السلام الدائم والشامل لليمن نحن دعاة للسلام وسنظل نحمل راية النور والتفاؤل في كل المناطق بالبلاد ولن نحيد عن مشروعنا شدد على أن الشعب اليمني لا يؤمن بالمشاريع الرخيصة ويلفظ كل الأجسام الغريبة مشيراً في ذلك إلى ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية الشرق الأوسط بين يدي موسكو تحت هذا العنوان كتب سامح راشد مقالاً ونشره في العرب الجديد وقال الكاتب على الرغم من أن عودة موسكو إلى المنطقة بدأت ومستمرة منذ أكثر من خمس سنوات إلا أنها كانت تتبلور بهدوء وبشكل تدريجي عبر عدة ملفات لعبت موسكو فيها دوراً محورياً إن لم يكن دوراً راعي الرئيسي فروسيا هي الشريك الأساس لطهران في مشروعها النووي وطالما وقفت أمام محاولات الغرب وقف هذا البرنامج ونجحت في تمرير الوقت حتى حققت إيران نووياً ما مكنها سياسياً من فرض إرادتها على الغرب وفي كل من ليبيا واليمن والحرب على داعش في العراق لم يكن للولايات المتحدة والدول الغربية أن تباشر تحركاتها التي قامت بها من دون موافقة كاملة من روسيا ولا حاجة بالطبع إلى ذكر المسلسل السوري الذي تلعب فيها موسكو دور البطولة بامتياز انفردت واشنطن تقريباً بإدارة شؤون الشرق الأوسط فترة امتدت عقدين 1990-2010 بين من شغلت روسيا في تلك الفترة بشؤونها الداخلية وترميم اقتصادها وإعادة بناء المؤسسات والكيانات الأساسية للدولة التي تقلصت من إمبراطورية اتحادية كبرى إلى جمهورية واحدة تواجه مشكلات حيوية وتصارع من أجل استعادة مجل قيصري ضاعح وبفضل هذا الخلل في ميزان القوة لصالح واشنطن عالمياً وإقليمياً كانت نتيجة منطقية أن ترتبط معظم دول المنطقة عضوياً بالولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط على مستوى المصارح والعلاقات الثنائية لكن أيضاً بالتماهي مع السياسات والتوجهات الأمريكية تجاه القضايا في المنطقة وأوضاعها إلى هنا تنتهي قراءاتنا لهذه الحلقة من كشك الصحافة وحتى ألقاكم في أمان الله وحفظه نتابع سوياً مجموعة الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر